با داكتر موهيمد أسرع كلب صيد في العالم وهناك كلب السلوكي كلب السلوكي أتصنف وهو أسرع كلب في العالم بالنسبة للإسم هو 3 إسماء سلوكي بالقاف وسلوكي بالكاف وسلوجي بالجين بالنسبة للفصيلة ladder ينتمي بالنسبة للوزن بيوصل لتلتاشر لتلاتين كيلو بالنسبة لانواعه فيه منه الشورت هير واللونج هير بالنسبة لالوان جميع الالوان اللي موجودة في الصور قدام حضراتكم بالنسبة لصفات السلوكي هو كلب طويل ورشيد جدا وعنده عضلات رجل قوية جدا وكبيرة جدا وعنده رجلين خلفيتين طويلة وكفوف عريضة ده يساعده على ان هو يجري مسافات طويلة والسرعة بتاعته توصل لخمسة وستين كيلو في الساعة بالنسبة لفكه قوي جدا جدا يقدر ان هو يدي عضلات متتالية سريعة جدا تقدر ان هو تقتل اي فريسة قدامه بالنسبة لو كان فار او ارنب او غزلان او الخنازير البرية الكلب ده هدفه الوحيد وهو الصيل الكلب ده من الكلاب اللي وليل جدا ان هي تنام يعني لو نام يكون من التعب الكلب ده اكتف جدا حساس جدا وودود جدا وعطوف جدا ومحب لصاحبه جدا وعنده ولاء عرف عن السلوكي ان هو متعلق بصاحبه لدرجة ان هو مقدرش يروح لصاحب تاني غير صاحبه يعني لو انت مربي كلب سلوكي وصغير في السن وعايز تسوقه مش هينفع مع اللي هيشتريه لان هو دايما متعلق بصاحبه اللي شافه اللي خد منه الاكل اللي شربه اللي طعامه اللي قدم له اي خدمة كويس جدا مع الاطفال كلب السلوكي عنده مشكلة انه هو مش يبقى مطيع بنسبة 100% لانه هو عنده غريزة الصيد وبالتالي عند التدريب لازم يكون التدريب يكون ثلث وليس فيه العند وبالتالي لازم تدربه طاعة قبل الشراسة الكلب ده بيحب العزلة عن الكلاب وعن الحيوانات الاخرى لان بحكم الغريزة ان هو كلب صيد يحب المطاردة يحب القتل للحيوانات يحب عض الحيوانات زي الارانب زي الفران زي الغزلان سبي تعلميا ان الكلب ده مستحيل ان انت تمحي غراسته الصيد وبالتالي التدريب مهم اوي اوي للكلب ده لازم تربيه على الطاعة اولا عشان ما يقزيش الضيوف زي ما قلت ان هو بيحب صحابه ما بيحبش حد ييجي جنب صحابه الكلب ده مش هتربى معك في الشقة الكلب ده نشيد جدا وحيوي جدا يحتاج لمساحات عشان يجري الكلب ده زي ما قلت ان هو كلب صيد يحب يجري ورا الفريسة وبالتالي الشقة هتخنقه ممكن يهرب بالنسبة لامراض الكلب اللي تيجي معاه هي امراض العين والسرطان وامراض ورسية وجينية بالنسبة لتاريخ الكلب ده اتعرف نسبة الى مدينة سلوك وهي جنب اليمن اشتهرت مدينة سلوك انها زمان من 7000 سنة انها بتصنع ضروع وبتصنع حاجات للصيد وبتربي كلاب للصيد كويسة جدا وعندها خبرة ان هي تربي كلاب سيد كويسة جدا جدا وبالنسبة لانواع عندما توقع الكلب السلوكي menهاد كلب السلوكى جد Ninsey النوع الثاني وهو سلوكي هو موطنه المغرب وليبيا والجزائر والموورتانية النوع الثال件 وهو التازي موطنه ايران وتوركيا وأفغانستان وروسيا النوع الرابع وهو الاذواخ هو موطنه مالي ونيجيريا وجوا وجورما بكده احنا خلصنا فيديو سلوكي إن شاء الله بإذن الله يكون فيديوهاتنا عجبتكو بإذن الله ياريتي اللي شايف المحتوى كويس يدعموا القناة يلا السلام عليكم